موجز لأهم وآخر الأخبار أهلا بكم استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس اللوعد روسى الزبيدي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا وهولندا وألمانيا والمبعوث الإيطالي وهم ممثل عن البعثة الفنلندية وفي اللقاء وضع فخامة الرئيس العليم وعضو مجلس القيادة الزبيدي السفراء الأوروبيين أمن تطورات الأوضاع على الساحة الوطرية وجهود الأشقاء والأصدقاء من إجلس إناف العملية السياسية وأشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمواقف دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته في إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحدة المجلس وانفتاحه على كافة مبادرات تحقيق السلام مشيدا بالجهود السعودية لتجديد الهدن الإنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة أول اجتماع للجنة الأمنية العليا وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وضم الاجتماع وزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية العليا وأعضاء اللجنة ووزير الداخلية ورئيسي جهاز الأمن القومي وهيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي ووكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي وناقش الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات الأمنية والعسكرية واستعرض المواقف المتخذة بشأنها على مختلف المستويات وأشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسية على دور اللجنة الأمنية العليا في تحسين اتخاذ القرار والاستجابة السريعة لمواجهة تهديدات المنظمات الإرهابية من الحوثيين إلى القاعدة وداعش ومهربية الأسلحة والمخدرات وجماعات الجريمة المنظمة المتخادمة معها قام عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بزيارة تفقدية لمؤسسة موانئ البحر العربي ميناء المكلة للإطلاع على مستوى أدائها وطاف عضو المجلس الرئاسي البحسني ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح العمقي بأرصفة وساحات ميناء المكلة مطلعا على نشاط الحركة الملاحية في الميناء والموانئ التابعة للمؤسسة وعقد البحسني اجتماعا بمجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي لمناقشة ألية تطوير عمل المؤسسة والارتقاء بمستوى نشاطها الملاحي واستمع من قيادة مجلس المؤسسة إلى إضاح حول أسباب الحريق الذي شب في السفينة الخشبية وأدى إلى إحراقها بالكامل مؤكدين سلامة الطاقة الموجود بها ومشددا على ضرورة استكمال إجراءات التحقيق في حدثة احتراق السفينة رأى ساعد مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فارق سالمين البحسني بمدينة المكلة اجتماعا باللجنة الأمنية بمحافظة حضر موت للإطلاع على الأوضاع الأمنية والعسكرية واستمع اللواء البحسني من أعضاء اللجنة إلى سير عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية ومستوى جهزيتها لتنفيذ أي مهام من أمنية وجهودها المتواصلة في تثبيت الأمن والاستقرار وأشهد اللواء الركن البحسني بجهود الأجهزة العسكرية والأمنية بمحافظة حضر موت حاثا على مضاعفة الجهود ورفع وطيرة العمل الاستخباراتي والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فارق سالمين البحسني على سير عمل إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضر موت ومستوى جهزيتها للقيام بواجباتها على أكمل وجه لمكافحة آفة المخدرات استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن وفد برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة برئاسة المديرة الإقليمية للبرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوضح رئيس الوزراء في اللقاء أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة وبإسناد من الأشقاء والأصدقاء والمانحين سيكون لها الأثر البالغ في تحقيق الاستقرار الاقتصادي مطلعا من الوفد الأممي على نتائج زيارته إلى مأرب وتفقدها أوضاع مخيمات النزوح كما تم مناقشة خطط التركيز على أهمية دعم الاقتصاد اليمني إضافة إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها واتخاذ قراءات فاعلة للحد من نهبها من قبل ميليشيا الحوثي ونوها رئيس الوزراء بجهود وإسهامات البرنامج وإسناد جهود الحكومة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية انتهى الموجز وإلى اللقاء اشتركوا في القناة